وحول التطورات في اليمن وخاصة في تعز ينضم إلينا مراسلنا من الإخبارية محمد لحذيفي أهلا بك محمد محمد بداية ما هي تفاصيل مقتل عناصر إيرانية في المواجهات في تعز نعم التفاصيل كشفها ناطق المجلس العسكري على أن غارات التحالف العربي والجيش الوطني يقوم بضربات مركزة وخاصة خلال الساعات الماضية ويوم آمس ناطق المجلس العسكري بحسب تصريحات خاصة للإخبارية قال على أن طيران التحالف استهدف موقع جبل عمان في شرق مدينة تعز استهدف عناصر إيرانية كانت تعمل على نصب منصات صواريخ باتجاه مدينة الراهدة وباتجاه القبهة القنوبية الشرقية في الشرقية وباتجاه القنوب لكن الطيران باغتهم وضربت الطيران التحالف العربي على مقتل العديد من عناصر الاستخبارات أو الخبراء الإيرانيين في هذا الموقع نعم ماذا عن تقدم الجيش الوطني الجنوبي في تعز وخاصة مديرية المسراخ طبعا المعارك الآن على شدها في مديرية المسراخ بالقرب أو على بعد أمتاء على بعد كيلومترات من مركز مديرية المسراخ حيث تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودين بقوات التحالف من اتجاه منطقة نجد قسيم سيطروا على قبل الراما وكذلك على قبل الهراش المصادر تتحدث عن أن القيش الوطني خسر اليوم مهندس نزع الألغام حيث عمد الماليشيات الحوثية قبل انسحابها من تلك المناطق على زرع الألغام المهندس والألغام أو خبراء متفجرات الألغام حاولوا نزع هذه الألغام فقامت ماليشيات الحوثية بتفجيرها عن بعد كذلك حاولوا فتح طريق الأقروض التي تمتد أو تمود ماليشي الحوثي في مركز المسراخ بالعتاد والكذلك الصلاح القادم من مدينة خدير شرق المدينة حاولوا فتحها في منطقة الأقروض لكنهم فشلوا بعد تصدي المقاومة والقيش الوطني في تلك المناطق في علامة سوى المدينة تقدمت المقاومة الشعبية المسنودة بالقيش الوطني في الحصيب تسيطروا على وادي المعصر وكذلك على مناطق في منطقة بعرارة نعم محمد هل لك أن تصف لنا الأوضاع الإنسانية في تعز خاصة مع استمرار استهداف الحوثيين للأحياء السكنية الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز لا تقل خطورة عن الأوضاع الأسكرية بل قد تفوق ذلك يعني الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز أوضاع كارثية للغاية مواد غذائية نفذت نقول نفذت ونوكدها مرارا على أنه نفذت بحسب خبراء اقتصادين وكذلك بحسب اتلاف الإغاثة الإنسانية وبحسب مواد متجار وموظفي هذه المواد ألا أن هذه المواد الغذائية والأساسية نفذت من الأسواق المواطنون يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة جدا حتى الحطاب الذي استبدلوه بدل الغاز المنزلي منع إدخاله إلى المدينة الغاز المنزلي منع إدخاله إلى المدينة المواد الغذائية المواد الطبية مواد التخدير الأوكسوجين منع كل شيء يمنع دخوله إلى داخل المدينة نعم شكرا لك زميل محمد الحذيفي كنت معنا من تعز